لأن الموضوع ده موضوع يعني صدمة هذه القصة حدثت في الغرفة رقم 202 بفندق أكتر بأزمير هذه الغرفة 204 أسف أسرار ما جرى في الغرفة 204 بفندق أكتر بأزمير إيه؟ أكبر فضيحة حربية عسكرية تسريبات عن طريق استياد ساقطات تركية لضباط ومسؤولين من حلف الناتو داخل القاعدة أنجرليك الموجودة في تركيا القصة أن المخابرات التركية أرادت أن تقوم بسرقة أسرار عسكرية وتسليحية من حلف الناتو لبيع هذه الأسرار وابتزاز طرف ثالث هقول لكم عليه دلوقتي فجابوا واحد ضابط اسمه هذا الضابط اسمه أنداش كسكين أنداش كسكين هذا الضابط وظف وظف 831 عاهرة تركية 831 ضحاية تركية جابهم وخمسة وخمسين ضابط وفي الحجرة 24 المجهزة بالتسجيلات صوت وصورة كان بيجي الضابط من هؤلاء من حلف الناتو وبتستلموا الساقطة أو العاهرة ويتم تصويره صوت وصورة وهو بيمارس الجنس ثم تقوم هذه العاهرة بمنقشته ويقوم بوضع تسريبات أو الحصول على مستندات أو تفريغ هواتفه المحمولة أو أجهزة الحواسب الموجودة معها اللوحية الموجودة معها من خلال عملية هندسية معقدة داخل الغرفة 204 فندق أكتر بأزمير 55 ضابط من خلال 831 عاهرة تم الاستلاء على كمية وثائق وأسرار عسكرية من حلف الناتو وأسرار تسليح عسكري من حلف الناتو من القاعدة الخاصة بحلف الناتو داخل أراضي التركية وكانت المفاجأة أن تركيا باعت باعت هذه المعلومات والوثائق إلى روسيا المفاجأة أنه باعت هذه الوثائق إلى الجانب الروسي لكي يناور ويبتز الجانب الروسي بها من حلف الناتو ده الشغل طبعا تفجرت القضية وتعرفت القضية تقدمت النيابة العامة التركية وتم القبض على مجموعة من الضباط الأتراك وتم عمل القبض على 357 متهم 357 متهم في أكبر قضية تمثل فضيحة لتركيا وحلف الناتو لكن رئيس الوزراء التركي حينها رجب طيب أردوغان أصدر قرارا استثنائيا بإغلاق القضية بإغلاق القضية ليه؟ لأن هذه القضية وهؤلاء الضباط وهذه الفتيات العاهرات كنا يعملنا بتكليف من مكتب أردوغان شخصيا لابتزاز كل من حلف الناتو وابتزاز روسيا من ناحية أخرى تم الإفراج عن جميع العاهرات وتم الإفراج عن جميع الضباط وتم الإفراج عن إنداشك سكين قائد العملية وتم الإفراج عن رجل الأعمال الذي كان يمول الموضوع نارين كوركاز تم الإفراج عن هؤلاء جميعا لأنه كانوا يقوموا بمهمة وطنية وفقا لما يراه رجب طيب أردوغان إذن ماذا جرى في الحجرة 204 فضيحة لخليفة العثمانين الجدد بقول بسأل الشيوخ والمشايخ اللي بيدفعوا عن أردوغان هل هذا من الدين؟ هل هذا من الدين؟ أجيبوني يرحمكم الله أجيبوني يعني لو كانت لديكم زرة من دين حقيقي أو تدين حقيقي هذا ما جرى وهذا ما حدث